موسيقى بعد ذلك نأتي إلى الإسبان في المغرب فعندما على الفونسو على دولة الموحدين بعد معركة العقاب بدأت القواعد الإندلسية بالسقوط وعندما سقطت قرطبة كانت كان سقوطها سنة 636 هجري تم تدمير مكتبات بني أمية المخطوطة التي كانت في مدينة قرطبة وكانت كارثة عظيمة على الكتاب الإسلامي وعندما سقطت غرناطة كان الأب خمنيس مستشار الملكة إزيبيلا هو الذي يعقد مزادا علنيا في أكبر ساحات غرناطة لحرق الكتب العربية ومن يدفع أكثر ينال الأجر على إحراق هذا الكتاب فأحرقت عشرات الألاف من المخطوطات والكتب العربية ولم يستثنوا منها إلا كتب الطب أيضا لا ننسى أن الإسبان عندما فتحوا أمريكيا كان فيها حضارة المايا والإستيكا وغيرها من الحضارات وكانت لديهم حضارة زاهرة ولديهم مكتبات ولديهم كتب في الطب وفي الفلك وفي شعائرهم الدينية قاموا بإتلافها ولم يبق منها إلا ثلاثة أو أربعة كتب كما ذكر أستاذنا محمد موكفو ومحمد الأرناؤوط في كتابه تاريخ الكتاب لا ننسى أخواني أيضا نابليون عندما جاء إلى مصر تعرفون أنه قتل خمسة خمسمائة ألف من أهل مصر والشام ربع الرجال في مصر والشام قتلهم نابليون دمر المكتبات نهبها ثلث القاهرة دمر على يد نابليون في حملته ثم بعد ذلك الحرب العالمية والأولى والثانية دمرت كثيرا من المخطوطات العربية الموجودة في أوروبا والمخطوطات الإنسانية بشكل عام تجار المخطوطات أيضا سعوا إلى الشرق ونهبوا كثيرا من كنوزه ومخطوطاته بأبخس الأثمان الأستاذ محمد عيصة صالحية ألف كتابا اسمه تغريب التراث أنا لم أجده هنا في مكتبة جامعة أم القرى هذا الكتاب عثر في خزائن أحد المستشرقين على عشرات الرسائل التي يراسل بها التجار في اليمن فحصل أحد هؤلاء المستشرقين من اليمن على ثلاثة آلاف مخطوط في أقل من سنتين يعرفون المواقع التي ينقطع فيها المطر ويذهبون إلى أهلها فيشترون المخطوطات بأبخس الأثمان وآخر الكوارث التي حلت بالمخطوطات العربية ما حل في الخزانة الوطنية ببغداد وخزانة الأوقاف ببغداد وغيرها من الخزائن التي تجتمل على مخطوطات بعضها يعود إلى أربعمائة عام قبل ميلاد المسيح عليه السلام الكارثة الكبرى التي حلت في بغداد وفي الموصل وفي البصرة وغيرها ذهبت عشرات الآلاف من المخطوطات العربية هذه الصورة الإجمالية لما صنع الغزاه والمستعمرون أما ما الذي صنعه المسلمون في مقابل هذه الصورة أولا موقف العرب يتبدى من أيام النبي صلى الله عليه وسلم عندما جعل تراجمة في ديوانه وجعل تراجمة في ديوانه للاتصال بالأمم المجاورة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر